البلد دي بإذن الله تبقى شايف إنها طلعة كل اللي رهنوا في وقت من الأوقات ما وقفوش معانا مع البلد أقصد وقت الشدة ولا يلزموك وقت الشدائد بتبين المعادن وقت الشدة هلأ كلحق مصر نهارت مصر يتفلس البلد دي مش عارف رجعت بيت سنة الورى قاعدوا يقولوا كلام وإعلام المعادي وغير المعادي وإيه ترويج رهيب جدا ضد البلد واقتصاد البلد والبنك المركزي وضرب كل حاجة والاستثمار لدرجة في ناس قالك لا لا ما فيش هايدة نروح نستثمر في دولة الإمارات فإيه دولة الإمارات تيجي مصر يعني هما راحوا الإمارات فالإمارات جت لنا سبحان الله فلازم تبقى شايف الموضوع رايح فين وآخر ويه وبعد ويه طلعت اتكلمت من ثلاثة أسابيع بالضبط بالضبط عن رأس الحكمة هنا زي النهاردة كده من ثلاثة أسابيع السبت وحت اتكلمت ليه تنق وهتكلم على رأس الحكمة بقول رأس الحكمة ويحصلوا إن شاء الله والفلوس وجاية وكذا وناس طبعا قاعدوا يقولك بتحلموا انتوا بس عشان وضع الاقتصادي بتصبروا الناس لا ما ما صبرتش الناس احنا مش هنطلع نقول كلام غلط للناس أبدا منطلعش نقولهم كلام غلط كتبت على صفحتي على اكس قلت ايه يوم 2 فبراير 2 فبراير هقول راهلكم قبل ما رحلكم كمان